موسيقى يعطيكم الصح والعافية معكم أحمد وعليكي سماعات الوائرلس اليوم صارت أساسية ومهمة بشكل مطبيعي كون أن إزالة منفذ الثلاثة ونص ملي من التليفونات خلقت اضطر أنك أنت تستعمل وائرلس هيدفونز أحين في عندك كنت سماعات تقليدية فوق الرأس نفس اللي موجودة هنا معاي الإيربودز ماكس بس فيها يديدة من السماعات طلعت مع الإعلان من الإيربودز من شركة أبل اللي خليه يصير عندنا اليوم بحر من الخيارات حق السماعات أو البودز اللي تكون موجودة عندنا بالسوق هذي الإيربودز برو عندنا هنا واحدة كوستومايز راح تكون كيس داخل سماعه والكيس نفسه راح تقدر تشحن السماعه كذا مرة علشان تعطيك استعمال متواصل بكل بساطة هذه السماعات تسوي لك أوتو بير حق التليفون اللي يكون موجود بياها وتقدر تستعملها كسماعات تقليدية مثلا تحطوا بإذن واحدة على سنتر تتكلم مكالمات التليفون وماتحاتي كونانهيا ويرلس وبنفس الوقت البطارية تطول معاك لأنه راح ييمعها هذا الكيس وما راح يكون فقط حافظ حق السماعه تقدر تشحن السماعه فيه علشان شذي عندنا تشكيلة وايدي كبيرة اليوم من هذا النوع من السماعات تتيك بفئات مختلفة واسعار مختلفة علشان تناسب أي واحد مع الاحتياجات اللي هو عنده ياها على سبيل المثال هذه سماعه صغيرة وايد من شركة زندور مثل ما انتو شايفين راح تكون من نوع الانذئير فيها رابة الإضافة هنا علشان يقدر يعزلك الصوت نوعا ما ومرأة ثانية راح يتيك بعلبة صغيرة حافظة حق السماعه وبنفس الوقت تشحنها من طريق هذه العلبة لأن العلبة راح تشحن السماعه بس فيه سماعات طبعا أغلى من السماعات وعامل مشترك ما بين هذه السماعه مع هذه السماعه انهم فيهم ميزة اسمها Active Noise Cancellation Active Noise Cancellation أو مختصر ANC معنات أن السماعه راح تكون عازلة للضوضاء أي شيء دير مدارك لما تلبس هذه السماعات راح يعزلك إياها بشكل مفاجئ ما راح تتوقع أنه لها الدرجة سماعه لأنه هي صغيرة تدش داخل إذنك تعزلك الصوت بشكل وادي كبير وجهزي كبير من هذه التقنيات تعتمد على المايكروفونات اللي تكون موجودة داخل السماعه نفسه انه هي تلقط لك الصوت اللي موجود من بره وتقمط لك إياه وتزيد لك من مستوى الصوت اللي انت ممكن تحصله من الاشياء اللي انت قاعد تسمعها إن كان فيديو إن كانت أغاني أو موسيقى بس بنفس الوقت لأنه فيهم هذه المايكروفونات راح يعطونك ميزة بما تسمى بالأمبيونس مود هذي موجودة على جميع السماعات اللي تدعم لك الـ Active Noise Cancellation إن اللي يسوي لك هي يعزلك الصوت فعلاً بس هم بعد بنفس الوقت يقدر يضهول لك الصوت الخارجي عشان تقدر تسمع اللي حواليك بدون لا تشيل السماع من إذنك فتعد ميزة وايد مهمة بعد بنفس الوقت بسبة كثافة المايكروفونات الموجودة وطبعاً عشان Active Noise Cancellation ويعزز لكسار فت الصوتيات للدرايفرز الموجودة بهذه السماعات هم بعد تعتبر جداً مميز ومرأة ثانية لأنه حجهم الصغير مع الكيسات أو الحافظة اللي هو فيهم اللي تقدر تشحنهم أكثر من مرة يخلي استعمال هذه السماعات مطول أكثر من السماعات التقليدية وحط بالك إن أغلب هذه السماعات بعد تقدر تشبكها على أكثر من الجهاز بنفس الوقت هذا ما يخص البادز أو السماعات اليديدة شوفك من شاء الله فيديوهات الياية شكراً للمشاهدة